على فكرة شوفوا رئيس شركة كرة القدم في النادي الوحدة آي للكلام ده من يومين وحط فيديو رسمي على حساب النادي يأكد أو ينفي كل ما يتردد في وسائل العلامة المصرية ألا إنهار ده أو مبارح المصر اليوم ما زالت مستمرة أو مصممة على الأهل يستقر على بديل المسلماني والكلام برضو على الوحدة الإمارات رغم أن الرجل رئيس الشركة قال لك يا جباعة احترموا أننا عندنا جادة بالموضوع ده ما عرفش يعني مش قدامي دلوقتي الواضح لكن بيقولك احترموا أنه عندي ناس شغالة احترموا أنه فيه ناس أجهزة بتشتغل ومع هذا يكون الأمر مستمر ومتواصل على الزج باسم الأهلي وهز سقة لعبة الأهلي بموسماني وعلاقات الأهلي حتى مع الوحدة الإمارات اللي الرجل كان حريص عليها وعلى نفيها لكن هو هل مستر بيتشو موسماني موقفه من الأهلي ورأيه حتى الفنيين في استمراره كابتن علاء عبد العالي المدير الفن السابق لأكثر من نادي الرأيه في جدوى استمرار بيتشو موسماني حقك للنادي الأهلي وانت يعني رجل من ناشئين من نادي الأهلي موسماني حقق بطولات كتيرة ورغم ذلك في الفترة الأخيرة فيه انتقادات شديدة جدا موجهة ليه رأيك ايه في الانتقادات دي؟ يعني انا كنت دايما وما زلت مؤيد لموسماني كمدير فني حقق بطولات للنادي الأهلي عمل شكل كويس للنادي الأهلي له فلسفة في الأداء واللعب انما لازم عنده تنوع يعني لو تحفظ شكل النادي الأهلي جقفلت قلب من العمل هايجد صعوبة جدا في احراز الأهداف فانت كراجل مزك النادي الأهلي لازم يبقى عندك تنوع في أثناء المباركة ورد فعل يعني أما هو أصل شوفه احنا مش محتاجين يعني ده رأي كويس ورأي راجل فني ومن خارج الإطار ومن خارج الصورة لكن احنا فيه قراراتنا أستاذ إبراهيم وفيه تعاملنا فيه ما يخص إدارتنا احنا ما بنستناش الأراء الدعمة غير بنقول للجماهيرنا خدوا بالكوا كيف يرى الفنيون هذا الرجل بس مشاكتا لكن قرار النادي الأهلي عنده عارفه ولا جديد في هذا الأمر لأنه النادي الأهلي بيشتغل بشكل مؤسسي وليس عنده يعني ما يستوجب التوقف والعلاج لأن فيه انهيار كما يريد البعض أن يصور هو النادي الأهلي عمل ايه؟ طب عمل ايه السنادي؟ اللي هو عايزين يفاهمه أن بيسحب الثقة من موسيماني ما جاب له التدعمات اللي هو عايز على أعلى مستوى الناس أشهدت بالتدعمات اللي عملها النادي الأهلي لو لا يعني قناعته بأن الراجل ده عامل مشروع وعمل تصور لبكرة ما كانش هيصرف هذه المصاريف ويجاب له الأسماء تحديداً اللي هو عايز موسيقى